موسيقى لقد تشرفت وزعدت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية لقد قمنا بجولة لبحث آفاق التعاون بين البنك الدولي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقد مكنتنا هذه الجولة من ملاحظة التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة هذه التطورات هائلة تتماشى مع ديناميكية سياسة التحديث وهي أيضا سياسات تحقق نتائج ملموسة لهذا السبب أصبحت الجزائر في تصنيفنا دولة ذات دخل متوسط هذا أمر ممتاز كما ناقشنا كيفية تعزيز رؤية الجزائر على المستوى الدولي لأن النتائج الجيدة التي حققتها الجزائر تستحق ليس فقط أن تعرف بل أيضا أن تشارك ومن هذا المنطلق ذكرنا التعاون الأقليمي والإمكانيات التي تمتلكها الجزائر والتي يمكن من خلالها إقامة شراكة ديناميكية لتحويل البلاد بسرعة أكبر والانتلاق في ديناميكية إيجابية للغاية تسمح للجزائريين بالاستفادة ليس فقط مما هو جيد اليوم ولكن أيضا بتسريع ازدهارهم البنك الدولي هو شريك موثوق وأريد أن أكرر كذلك تحت قيادتي سنعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الجزائرية وفق أولوياتهم واحتياجاتهم من خلال تزويدهم بكل المساعدات الفنية اللازمة بحيث يمكنهم زيادة وتعظيم الإمكانيات الهائلة التي تقدمها هذه البلاد لصالح جميع الجزائريين وأود أن أؤكد على شيء واحد أن الجزائر شريك موثوق وسنقف بجانب الجزائر كما هو الحال مع مؤسسة مالية دولية سنكون أيضا على استعداد لدعم الجزائر لأن ما هو جيد للجزائر هو جيد للبنك الدولي وما هو جيد للجزائر وأيضا جيد لأفريقيا شكرا شكرا للمشاهدة